حفتر والانتخابات قصة طويلة طبعت فصولها اعتداءات على صناديق الاقتراع واستبدال مجالس محلية منتخبة بأخرى عسكرية معينة من طرفه آخر فصول هذه القصة ما حصل اليوم في بلدية تراغن وهو ما يضع مستقبل المسار الديمقراطي مع من يسعى للحكم الشمولي على المحك مجددا اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قالت ان العملية الانتخابية ببلدية تراغن توقفت لاسباب امنية بعد هجوم مجموعات مسلحة عمدت الى اقفال مراكز الاقتراع في التفاصيل صرح عضو من لجنة انتخابات المجلس البلدي تراغن بان كتبة خالد بن الوليد التابعة لحفتر هي من اغلقت مراكز الاقتراع المخصصة لانتخابات اعضاء المجلس البلدي واوقفت عملية الانتخابات لانزعاج البالغ من تعطيل مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات حفتر للعملية الانتخابية في بلدية تراغن طبع موقف البعثة الأممية التي قالت إن الانتخابات حق من حقوق الإنسان الأساسية لمواطني تراغن داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعمل وفقا للقانون الدولي وحماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد أجواء ديمقراطية عاشتها بلديات تحت سلطة حكومة الوفاق أبرزها بلدية غات وككلا اللتان سارت فيهما العملية الانتخابية بشكل سلس وإذ أشادت البعثة الأممية بالأجواء الديمقراطية التي رافقت العملية الانتخابية في بلدية غات فإن لجنة الانتخابات قالت إنها اتخذت كافة الإجراءات لضمان سير عمليات الاقتراع بشكل طبيعي في بلدية ككلا تتويجا لكافة الجهود المعلن عنها سلفا فقد شرعت في الأسبوع الماضي انتخاب بلدية غات واليوم نعلن انطلاق انتخابات المجلس البلدي ككلا بعد أن أمنت اللجنة المركزية كافة المتطلبات بنجاح العملية الانتخابية بهذه البلديات تعطيل العمليات الانتخابية في المناطق التي تقع تحت سيطرة حفتر يضع علامات استفهام جديدة حول جدية الرجل في الخروج من الأزمة القائمة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية والتخلي عن التغييرات غير الدستورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر